دعا رئيس السيسي المجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل على انفاذ حل الدولتين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأوضح رئيس السيسي في كلمته خلال مؤتمر دعم القدس أن مصر لن تألو جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته إن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جزور الأزمة المتمثلة في الاحتلال ولن تألو جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته وستواصل من أجل هذا الهدف العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المصار السياسي كما سنواصل جهودنا للتعامل مع التحديات الآنية وسنعمل مع جميع الأطراف على التهديئة بالضفة الغربية وقطاع غزة وستستمر الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة أخواتنا الفلسطينيين بغزة ترجمة نانسي قنقر